اعلنت الدينمارك اطلاق ست مبادرات لكأس العالم بهدف تحسين حقوق الإنسان في قطر وقالت في تقرير نشرته وكالة الاسوشييت دي بريس انها ملتزمة بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر قبل انطلاق كأس العالم الشتاء المقبل وذكرت الدينمارك انها سترتدي قمصان تدريبية تحمل رسائل داعمة لحقوق الإنسان في أولى مبادراتها خلال منديال 2022 وحثت المنتخب الإنجليزي على أن يحذو حذوها يأتي ذلك بعد أن نشرت منظمات حقوقية دولية تقارير مطولة رصدت انتهاكات حقوق الإنسان في قطر بحق العمال المهاجرين ومن بينها سرقة الأجور وظروف العمل غير الآمنة وغيرها من الانتهاكات السالبة للحرية ترجمة نانسي قنقر